أسعد الله أوقاتكم كل خير وأهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة وصفتنا اليوم وصفة بار الشوكولاتة بالمارشميلو والكراميل وزبدة الفول السوداني عرف أنه الاسم كلش طويل ولكن الوصفة هذه محتوياتها كلش طيبة ومميزة وغريبة أتمنى بعد ما تشاهدوها تطبقوها لأنه طعمها كلش كلش طيب ومن حتسوها حتفاجئون ضيوفكم وتفاجئون أطفالكم أنه مثلها مثل السوق وأطيب أيضا نيجي للطبقة الأولى راح نحتاج بسكت دايجستف 250 غرام راح نحتاج زبدة الفول السوداني أما تكون السادة أو الخشنة نصف كوب وزبدة ذايبة غير مملحة ثلث كوب بالعادي مثل ما نسوي الشيس كيك أول مرحلة أنه نطحن بسكت دايجستف اللي عندنا إلى أن يصير مطحون كل جسين ونضيف للزبدة الذايبة يختلطون مع بعضهم والآخر نضيف الزبدة الفول السوداني تطعم كلش طيب ومثل ما قلت هنا أني استخدمت اللي بيها حبيبات اللي عنده يستخدمها واللي ما عنده يستخدم العادي النوعية السادة بعد ما ضفناها نخلط أيضا خلطة بسيطة حتى تتجانس هذه المواد مع بعضها وبهي شي تكون طبقتنا الأولى جهزت بعد ما اختلطت المكونات مع بعضها راح نشوف شلون حنخليها بالقالب القالب اللي تحبين تستخدميه اختياري بس بالنسبة لي أنا استخدمت قالب مربع سعة ثمانية إنش خلينا لورقة الزبدة وخليت حواف ورقة الزبدة عالي حتى مثل ما حتشوفون بنهاية الفيديو ساعدتني أنه أشيل القالب أو الحلة بعد ما خلصت من القالب اضفت شوية زيت وخليت ورقة الزبدة حتى تلتسق بيه وما تضوجني أثناء عملية وضع الطبقة الأولى خلينا الطبقة الأولى وإحنا هنا كأنه دا نسوي تشيز كيك اعتيادي ما بي أي صعوبة مجرد أضغط عليها للطبقة الأولى حتى يتماسك البسكت وأدخل هذه المرحلة يدخل القالب إلى الثلاجة وأثناء هذا نبدي نسوي الطبقة الثانية اللي هي طبقة الكراميل طبقة الكراميل أو وصفة الكراميل أتمنى معكم تشوفوها وتعتمدوها بكل الوصفات اللي تحتوي على صلصة الكراميل جدا سهلة وخطواتها بسيطة بس خليكم ويايا خطوة بخطوة ونشوف لعمل صلصة الكراميل راح أحتاج كوب من السكر ملعقتين من الزبدة غير المملحة ونصف كوب من كريمة الطبخ أخلي الشكر على النار تكون النار جدا جدا واطية وطولوا بالكم بهذه الخطوة أو بهذا الصوص لأنه إذا خلينا نار عالية راح يحترق السكر ويطلع لنا مرار وتخرب الوصفة كليتها خليت على كوب السكر ربع كوب ماء عادي لا حار ولا بارد من الحنفية أخلط بس بالبداية إلى أن يختلط المي وأتركها بدون تحريك سر الوصفة هاي إنه تنترك بدون تحريك على نار واطية بعد خمس دقائق لاحظوا إنه بدت تغلي عندي السكر مع المي ما أحركه أترك النار واطية جدا وأتركه بعد ربع ساعة هذا القوام اللي صار عندي صارت ذاب السكر على نار هادية وامتزج مع المي ونطاني هذا اللون الحلو بعد ما حصلت على اللون اللي أريده أخلي ملعقتين الزبدة وأخلطها مع هذا المزيج مباشرة وبعدني موطي على النار جدا جدا ناصي بعد ما خليت الزبدة أخلي نصف كوب الكريمة وأبدي أخلط بيهم لاحظين بعد ما خلينا الكريمة إنه مثل المزيج حيتكتل لا تخافين هيا هيا حالة اتيادية أضل على كيفي شوية شوية أخلط بهذا المزيج إلى أن تمتزج لأنه المزيج عندي حار وخليت علي كريمة الزبدة هي باردة فبالتالي هذا شي طبيعي إنه تتكتل أفتحها شوية شوية وأبدي أخلط أخلط بيها إذا صار وصارت عندك بعض الكلاكيع أو نسميها الكتل الغير ذايبة ماكو داعي تخافين مجرد إنه صفية وهذه صراحة حتى أكون صريحة معاكم هذا اللي صار عندي بقتي شوية بعض الأجزاء غير الذايبة مجرد إنه صفيتها بالمصفاية وصارت عندي الكمية الباقية جدا كمية ممتازة وسلسة ولماعة ومثل ما ريشوفون وصفة جدا بسيطة بس يحتاج لها طولة بال ونقدر نستخدمها لكل أنواع السلصات أو الوصفات راح أخلي عليها حوالي 250 غرام من المارش ملو أفضل الحبيبات الصغيرة أفضل لأنه حتشوفون بعد ما نخليها على الطبقة حتكون سهلة علينا الفرد إذا كانت عندك حبيبات كبيرة حاولي تقطعيها أو تشترين أصلا هذه الحبيبات الصغيرة لأنه هي أفضل بالوصفة معلتنا أحقليها على طبقتنا الأولى وراح أبدي أفردها بهذه الطريقة وأحاول أنه أخلي السطح مستوي حتى من أخلي الطبقة الثالثة طبقة الشوكولاتة تكون عندي الشكل النهائي لها عدل ومستوي بديت أعدل بيها بهذه الطريقة أصفة جدا جدا مميزة ستكوني بعد معملتها الأولاد عندي يعني ممكن نخلصها ونصحب بنفس التقطيع أول ما قطعتها من كثر ما كلش طعمها طيب ومميز خلص خلصت عندي هاي المرحلة أرجعها للثلاجة وأصل إلى الطبقة الثالثة والنهائية اللي هي طبقة الشوكولاتة نحن سوي قناش الشوكولاتة قناش الشوكولاتة هو عبارة عن كوب من الشوكولاتة الغامقة هنا أنا استخدمت السيمي سويت كوب كامل 250 غرام مع نصف كوب من الكريمة كريمة الطبقة العادية هذا هو المقدار المعتمد لقناش الشوكولاتة وهذا النوع من الصوسات كلش طيب طعمه ينفع أنه تغلفين بالكيك بعد ما تحشي ينفع أيضا أنه تحشي وعندي بالقناة إذا رحتي على البليلست ودخلتي على كيكاتي هتلاحظين أنه أكو عندي وصفتين لقناش الشوكولاتة اللي هي الغامقة والفاتحة اللي تحب ممكن تشوفها وصفة جدا مميزة هنا أنا خبطتهم مع بعض ودخلتهم للميكرويف أربع مرات كل مرة على ثلاثين ثانية أول مرة ما حركتهم ثاني وثالث مرة حركتهم وهاي آخر مرة طلعتهم بعد ما دخلتهم للمرة الرابعة وخلطتهم شوفوا شون صار المزيج متماسك وشوية ثخين بس الشوكولاتة ذائبة اللي رح أساوي بكل سهولة أنه أخلي أفرد هذه الطبقة مالة الشوكولاتة على القالب اللي عندي وأحاول أساويها بالسباتشولة حتى تكون عدلة قناش الشوكولاتة من الصوصات الجدا جدا طيبة ومثل ما قلت نقدر نستخدمها على الكيك وإذا تركتي 24 ساعة حيث يصير القوام مالة ثخين وتقدرين تحشين أيضا بي اللي حابة تأخذ تفاصيل أكثر مثل ما قلت تدخل على الوصفة عندي موجودة بالقناة وتشوفها بكل تفاصيلها خلص هنا نرجع الوصفتنا هذه بديت أفرد الطبقة الأخيرة وأرتبها بحيث تغطي لي كل المارشمالو وتكون طبقة مستوية أدخلها الثلاجة أقل شي ثلاث ساعات حتى طبقة الشوكولاتة هذه تجمد عندي وتكون سهلة علي بالتقطيع وما تعذبني هنا بعد ثلاث ساعات طلعتها من الثلاجة مو الفريزر الثلاجة وبديت أحرر الحوافي من الجهتين حتى تكون سهل علي أنه أطلعها من القالب ومثل ما شفتوا هنا أنا ساعدتني هاي الزيادة بورقة الزبدة إنه أشيل القالب من مكانه وأطلعها حتى يكون سهل علي بالتقطيع التقطيع شي يرجع لكم أنا بالنسبة لي هنا أحاول ريكم نوعين من التقطيع إذا حبينا قطع كبيرة أو إذا حبينا قطع متوسطة أو مربعة هذا شي يرجع العدد الأفراد أو الأشخاص اللي تحبين تقدمي لهم إياه أو قطعة أنتش تحبين تكون حجمها هي الحلة هذا يعني دسم حتى إذا كانت قطعة صغيرة من عنده ماكو أي مشكلة يعني بس اللي حيضوق قطعة حيجرب أكثر يعني فش يرجع لكم يعني هنا أنا قسمتها عبارة عن لذلك مثل ما قلت بالبداية إنه يكون القالب مربع حتى تطلع الأشكال حلوة يعني بس إذا ما كان عندي قالب مربع يعني المدور أيضا يمشي ماكو أي مشكلة يعني شوفوا هنا أنا الطبقات الشون عندي ملاحظة من سوينا قطع هذا الجزء قطعته عبارة عن بار طويل هنا أنا شوية حبيت أزغر البورشن قد سمته إلى ثلاث أقسام النتيجة كانت كل شيء طعم طيب ولذيذ أتمنى أتمنى تجربوها وتنطوني رأيكم بيها حالة جدا جدا مميز ويمكن لو تودي العزومه معين أو الأحد ما حيعرف إنه حتى أنت عاملتها بالبيت كأنه الحلويات اللي ناكلها بالمحلات أتمنى أعجبتكم الوصفة وأتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات شنو كان رأيكم بيها وإذا عادكم أي ملاحظات اكتبوا ليها وأني بكل سلور راح أجاوبكم بيها هنا أنا كانت هاي طريقة التقديم مع الشاي العراقي المهيل أكيد أو مع القهوة أيضا تنفع اللي تحبوه وصفة كلش حلوة شكرا جزيلا لمتابعتكم أتمنى تجربوها وأتمنى تدعموني باللايك والسبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل شي جديد شكرا جزيلا لكم مرة ثانية وأشوفكم فيديوهات جديدة وبأمان الله